بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك وأصلي وأسلم على خير خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا أعتذر الأيمن اللي فاتت أن أنا كنت مشغول كان عندي عمليات والواحد نشغل شوية في العينين حتى سايب أحد العينين دلوقتي بأفكر فيه كان عنده مشكلة في الصمام وعملنا عملية تغيير صمام وده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع مهم جدا عايز أي أم وأي أب عنده طفل صغير يهتم بهذا الموضوع وبالذات في السن الصغير من خمس سنين لسن خمستاشر سنة لأن المرض اللي تكلمني عنه كتير في حلقات قبل كده وهنتكلم عنه في الحلقة دي في حتة تانية ماخدناهاش في الحلقات اللي فاتت هو مرض مهم جدا هو السبب الأول الذي يجعل طفل صغير يعمل عملية قلب مفتوح مش عجيبة لما تشوف حد كبير ويعمل عملية قلب واحد عنده ستين سنة بقى وعنده سكر وضغطه وسجاير بقى والشرايين بايزة ومش عارف إيه ودخل يعمل عملية مش مشكلة لكن عجيبة ورخمة وتبقى متضايق وزعلان عليه لما تلاقي عيل عنده خمستاشر سنة ولا عشرين سنة ودخل يعمل عملية في القلب زيه زيه والاثنين هيتفتحوا نفس الفتحة وهيتامم ويمكن ده أقوحش كمان وهو المرض المشهور جدا المنتشر أكتر في مصر وفي الدول العربية وفي حوض البحر المتوسط وبالذات في المناطق المزدحمة المتكتلة بالسكان وهو الروماتيزم القلب أو الحمى الروماتيزمية على القلب المرض مهم وبيعدي على الناس كتير قوي 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 والوقاية منه خمسة جنيه ولا بعشرة جنيه ولكن علاجه يتطلب بقى مشاكل بقى ومش عارف ايه ولو الصمام بص بقى نعمل عملية ونغير الصمام ومش عارف ايه ومتابعة بقى وموال بقى يبقى احنا في غنى عن كل الكلام ده اذا اذا مسكنا المريض في اول ايامه اللي يفتكر معانا حلقة من الحلقات اللي فاتت يفتكر ان الحمى الروماتيزمية دي بتيجي نتيجة مكروب طفل عادي خالص ما عندوش اي حاجة بتيجي وامه تقولك الوالد جاله دور لوز مثلا ولا دور برد ولا نازلة معاوية ولا اي حاجة يعني مكروب يعني بس غالبا بيبقى في الحتة دي او في اللوز بس مش شرط فيه نازل وشالين اللي وعز بيجي لهم برده المهم يعني المكروب بيجي والام بتستهبل تديه مضاد ضحاوي يوم ولا يومين وخلاص وده سخونية والودي يخف والموضوع عده وخلاص تمام التمام يجي بعديها باسبوعين ثلاثة بعدما الموضوع يخف تلاقي الوقت بدأ يظهر عنده واجع في الركب شديد بدون سبب او في المفاصل التانية في الانكل او في الرست او في القوع بس غالبا بيبقى في الركب وفي القوع ويجي بقى ركبة ركبة يجي في الركبة دي ويشد او 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 وتخف وبعد يومين ثلاثة يجي في الركبة التانية وبعد ثلاثة اربعة تانية والركبة بقى ايه تورم وتوجع ما يقدرش وقف عليه يعني لو جلنا مكالمة دلوقتي من واحد عنده حمار حقيقي هيقولك انا اما جاتلي وانا صغير كانوا بيشيروني من على الارض كنت بسحف كنت بعض في الارض من كتر واجع بتاريكلي وبدون سبب الحمد لله بدون سبب يعني لو ما يجيش وحد يقولي ركبتي واجعاني عشان اتخبطت فيها دي معروف لكن ركبة بتوجع بدون سبب وتختفي وتظهر التانية وتورم وتحمر ومش قادر تدوس عليها وبالذات لو قبلها بيومين ثلاثة او باسبوعين ثلاثة يعني دور لوز دور باردو مخدش الدوام منتظم على طول رقم واحد تفكر في حمر وما تزميع القلب اللي بيحصل بقى ان المكروب نفسه لما ما بيموتش كويس وما بتدلوش المضاد الحاوي كاملة بشكل كامل يعني بعد اسبوع واثنين بيتحور زي الحرباية ويغير شكله ويتشبه بخلايا المفاصل فالجسم بقى وهو بيضرب فيه يوم ضرب في المفاصل بالغلط فيحصل المشاكل في المفاصل قول دي مش مشكلة كده أو كده المفاصل بترجع طبيعية حتى بدون علاج لكن المشكلة ان المكروب كمان بيتشبه بخلايا القلب فالجسم يضرب بالغلط في خلايا القلب ودي لفيها الكلام لان خلايا القلب تارت اقسام عضرة القلب زيت نفسها اللي هي اللحم نفسه كبناك جاي بقليك كده من عند الجزار وبطانة القلب من جوه اللي هي بتكون السمامات اللي بتفتح وتقفل وغشاء القلب اللي من بره اللي هو كيس اللي حوالين القلب اللي ربنا حطو حوالين زي أي عضو في الجسم حوالي كيس يسم الغشاء الطاموري عشان يزيت القلب وعشان ما يحكش في الحوالي والكيس ده طبقتين وبينهم زيت قلناهم قبل كده عشان القلب لما يضخ ما يحكش في الحوالي فلما يحصل التهاب في عضلة القلب يبدأ ضربات القلب تبقى سريعة ممكن الوقت ما تاخدش بالها من الوادي هبط يبدأ ينهج أعراض بقى بتاعة هبوط عضلة القلب كل ده الواد ممكن ما يحسش بالهم وإنه الحاجة الوحيدة اللي بتبان هي الرقب أو المفاصل مع السخونية مع همدان الواد مع شوية ضربات قلب سريعة ممكن يظهر بوطش في الجلد بوطش حمل ممكن يظهر كور زي البلي كده تحت المفاصل ممكن يظهر حركات لا إرادية لأنه كمان بيأثر على الجهاز القصبي وفي هذه الحالة يختفي كل شيء وتبقى حاجة واحدة بس ألا وهي الصمامات لأن الصمامات لما بتلتهب الصمامات بتتحرم لما تلتهب تخيل إن أصبعك تخبط والتهب ورم لما بتلتهب بتكش فبدل ما كان الصمام بيفتح ويقفل كده يعابل بعضه لا يفتح هو كاشش بقى ما يقابلش بعضه فيحصل تفويت في الصمام أو وهو اللي التهاب بيزول والإنسان بيخف يلزقه في بعض فبدل ما الصمام بيفتح يبقى لازق يفتح فتحة زغنانة فيحصل ديء في الصمام يحصل ديء أو ارتجاع في الصمام لدرجة إن أشهر سبب إن لم يكن الوحيد لديء الصمام المترالي ودي أهم صمام تقريبا في صمامات القلب هو الحمر متزميع القلب يعني لو لقيت أي واحد ماشي في الشارع وبيقول له كان عندي ديء في الصمام مترالي قول له والله أنت جاي لك في يوم من الأيام حمر متزميع القلب حتى لو هو ما يعرفش جات له صغير عنده أربع سنين مش فاكر مثلا هي أكتر بتيجي من 5 إلى 15 سنة إذن فما هي الرسالة اللي ممكن نوصلها اللي بيحصل إن الأم لما تلاقي ابنها ركب واجعته ومش بتوديه لدكتور قلب بتوديه لدكتور عظام ممكن ما تاخدش بالها ممكن تديره شوية كريم كده فولترين ولا أي مسكن وخلاص والموضوع يخلاص على كده والوقت بقى المكروب بقى بعد كده يتشبه بقى بالقلب ويروح القلب وخلاق القلب والصمام طلق ويجي بعد 3-4 شهور هو مثلا بيقدم في الكلية الحربية ولا هو مش عارف رايحة ولا هو مسافر برة ولا هو تعب حسن أنه يكشفه كيقولك الله الصمام في حاجة هو كان جاله آه ده كان جاله مش عارف السنة اللي فات آه ده مش عارف مشكلة في الصمام ويخش بقى في قصتين حسب بقى الصمام دايق نص نص ولا دايق قوي ولا دايق على خفيف حسب بقى إن كان دايق خفيف بنسيبه إن كان دايق نص نص وعمل مشاكل وعارض بنعالجه بأدوية إن كان دايق قوي أو بايز خالص بنغيره إيه بقى الرسالة اللي نوصلها للأم أو للأب في الفترة دي من فضلك يا أي أم ويا أي أب إذا جي لابنك مشكلة في ركبه أو في مفصله بدون سبب ورمت وحمرت وواجعته ومش قادر يدوس عليها بدون سبب بشكل غبي مش بشكل رجلي واجعاني يا ماما وخلاص لا مش قادر يتحر لو حركتها له يصوت يرميك في وشك إذن لازم رقم واحد تستبعد وجود حم ورمتزمية طب وإيه العلاج في الوقت ده العلاج رقم واحد مضاد دحاية عشان موت المكروب اللي عمل كل الدوشة دي وأفضل حاجة البنسلين حقنة البنسلين طولين مفهولات دي لحقنة موت المكروب واتأكد لو الموضوع ما أسرش على القلب خلاص لو الموضوع أسر على القلب يبقى لازم ياخد حقنة كل شهر أو كل سواطئة أو كل ثلاث أسابيع بحيث إن المكروب ده لو جي تاني في يوم من الأيام وإنت مش واخد بالك يلاقي المضاد دحاوي وقعد له في الدم يموت لكن لو إنت واخد بالك من البداية يبقى أي مكروب عشان محصلش بقى كل الدوشة دي ولا ركب ولا بتاعه أي مكروب يجي للطفل في أي حتة في جسمه لازم ياخد مضاد دحاوي كامل كرس كامل عشرة يام أو أسبوع زي ما الدكتور هيكتب حتى لو الولد خف من أول يوم أو تاني يوم حتى لا يذهب المكروب لمراحل أبعد بإنه بقى يعمل مشاكل في الركب وفي الصمامات ومش عرفه النقطة الأخيرة اللي حب أقولها إن أنا وأنا باتكلم في كل كلامي ده لم أذكر تحليل الحمر ماتزمية أو تحليل سرعة الترسيب مع العلم أن كل الناس اللي هتكلمني دلوقتي كلهم ويمكن أحلف كمان وكل الناس اللي شفتوهم عندهم حمر ماتزمية رقم واحد اللي بيعملوه يعمل تحليل سرعة الترسيب وتحليل حمر ماتزمية مع أن هذا التحليل لم أذكره أساسا وليس له لازمة في التشخيص وليس واحد من الأسس التشخيصية لهذا المرض إنما يشخص هذا المرض بالأعراض وبالتاريخ المرضي وبالكشف وبالسماعة عشان أشوف الصماوات وبالإيكو أو الموجات السوطية على القلب عشان لو عايز أتطمن على الصماوات أشوفها ولا يشخص أبدا بتحليل الحمى الروماتزمية وصرعة الترسيب اللي كل الناس فاكرة مهم يقول لك الوقت روكب ووجعته انت له سرعة الترسيب لقيته عالي اديته حوند بين سلين القلب القلب سليم اديته حوند لقالوش لازمة خدها عالفاضي خدها بدون داعي أي حاجة في الدنيا ممكن تعلي سرعة الترسيب مش الحمى الروماتزمية بس لو واحد اتخبطها ده روكب سرعة الترسيب هتقلع لو واحد جاله روماتزم لو واحد جاله صداع لو واحد صباحة اتعور لو واحد رجله قصر أي مرض التهابي في الجسم يعلي سرعة الترسيب فما ينفعش تحليل عام زي ده مالوش أي لازمة أستخدمه كمؤشل للحمى الروماتزمية وأعالج على أساسه عشان كده العلماء لما حطوا خصائص للحمى الروماتزمية حطوا التحليل ده آخر حاجة قالك ده آخر حاجة ومالوش لازمة وده بعد ما تشخص دي حاجة كده على جنب لو واحد معاه فلوس زيادة أقول له روح يعمل التحليل ده أحطه في الملف أو حاجة زيادة لكن عمره ما هو يكون رقم واحد رقم واحد التاريخ المرضي واحد جاله واجع في المفاصل جاله ضربات قلبي سريعة بدأ يهمد حرارة عالية جدا عشان كده تسمت حمى يعني ارتفاع في درجة حرارة روماتزمية عشان فيها روماتزم لكن نعيل عنده روماتزم ركبه بتوجع ويكون قابلها بإسبوعين ثلاثة عنده دور لوز أو دور برد ويكون بيجي له دور برد متكررة وركبه ورمت وشفتها فعلا وهي ورمى مش قادر يحركها وصوت لما حركها وضربات قلبه فعلا سريعة ولما سمعتها لقيت مشاكل في السمامات هي دي تشخيص حمى تشخيص بالسماعة تشخيص حمى وتشخيص داخل العيادة وليس تشخيص داخل المعمل الرسالة اللي وصلها من كل الدوشة اللي عندنا نقولها دي اي ابا واي ام عنده طفل صغير جاله اي مكروف في جسمه في هدانه في زوره في سنانه خراج نزلة معاوية نزلة شعبية التهف في مجرى البول يديله مضاد دحاوي كامل لمدة اسبوع كامل من اول يوم حتى يقضي على المكروب ولا يسمح له بالتشبه بخلايا القلب وانه يعمل مشاكل ويبوز لك سمامات لن تستطيع انك تعوضها حتى لو حطيت سمامات صناعي فلن يكون احدث احسن من السمام بتاع ربنا احنا معنا تليفونات ولا حاجة طيب كويس ممتاز اتمنى ان كل الموضوع ده وصل لان كتير من الناس مش بتعمل كده 90% من الناس اللي بيتشخصوا حمر متزمية بيتشخصوا بالتحليل وقلنا هذا خطأ ولاي الاولى لما لاي واحد عند حمر متزمية وجايلي بإيكو مثلا او جاي الدكتور يكشف بالسماع لا هو جاي بتحليل سرعة ترصيب هو يبيه طلع عالي يبقى الرجل ده عنده حمر متزمية مع انهما لا علاقة لهما ببعض خالص عامل زي ميكانيكي فتح شنطة العربية قالك على فكرة العربية دي عايزة مطور مع ان المطور قدام يعني انت بتبص في حتة وبتعالك حتة تاني والولد يفضل ياخد الحقنة دي طول عمره بدون اي داعي وهي مؤلمة وبتوجع وممكن تعمل حساسية ولازم لها اختفار حساسية ولو حصل حساسية منها يحصل مشاكل وممكن الولد حساسية توصل لحساسية بسيطة يهرش وحساسية بسيطة ممكن يوصل لها تتخنق وضغطه يوطر وبالمرة برضو عشان ما ننساش موضوع الحساسية دي لو حصل اي حساسية سواء من حقنة المنسان او من اي حقنة الانتيجين اللي هو الحاجة اللي عملت حساسية اللي هي الحقنة او الفراولة او عنده حساسية واطفر من ايه والانتيبودي اللي هي الاكسامة المضادة اللي الجسم عملها فلما الاتنين يمسكوا في بعض الكمبلكس بتاع الاتنين دول هو اللي يعمل المشاكل ممكن تبدأ المشاكل بشوية هرش وممكن تنتهي الى هبوط في الضغط وخنقة وازمة صدرية فالحاجة الوحيدة اللي تفك ده من ده هو الكورتيزون حقنة كورتيزون عضل تروح الحساسية لذلك الحقنة دي مفروض تبا موجودة في كل بيت محتمل ان عيل ياخد حاجة غلط ولا ياخد برشامة منتهية الصلاحية ولا يأكل اكلة يجيلوا منها حساسية ويدخنق ويموت والموضوع مثلا محتاج اسعاف بسرعة يبقى الحقنة تبقى في البيت عب بيها اديها في العضل خمس دقايق كورتيزون يخش يفك دي من دي تلا الوقت هدي وبقى زالفون في بعض الاحيان يرجع تاني بعدها في ساعتين لما مفعول الحقنة يروح يتعب تاني تدهله تاني كمان يرجع بعدها تدهله تاني لن يكون ضرر الكورتيزون مهما كان كتير ثلاثة أربعة خمس حقن اشد من الضرر اللي هتسببه الحساسية لو خنقت الطفلة وموتته صح الله غلط عشان كده الهدف من كلامنا في البرنامج ده وفي اي برنامج تاني هو تحقيق الهدف من الآية اللي بتقوله ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا لان حرمة المسلم او حرمة الروح بتاعت الانسان عند ربنا حرمة المسلم اكبر من حرمة الكعبة شوفت ازاي فكونك تنكز انسان بمعلومة بسيطة هي علبة المضاد الحيوي اللي هو هيخلصها في اسبوع دي بكام بعشرين جنيه طب تمام عملية قلب مفتوح بقى عشان يغير الصمام بكام بيعشرين الف جنيه بيبا مين احسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة